السلام عليكم في هاد الدرس ان شاء الله راح نشرح لكم صفحة 23 من كتاب اللغة الانجليزية مع حلول لتمارين هاد الدرس وهو اخر درس في اللسنين من بعدها راح انت تدخلوا في دروس جديدة كاين تلاميذ فاتوا هاد الدرس كاين تلاميذوا الاغلبية انتاهم مازال ما وصلوا لوش وطلبوا الحل انتاعوا إذن I complete the table in my copy book using all the information I have learned in the previous tasks about Alhambra and Top Copy palaces هنا راح نقارنوا ما بين الحمرة قصر الحمرة وقصر Top Copy في تركيا وقصر الحمرة في إسبانيا هنا راح نكملوا الجدول عدنا what's the area of each palace what is the area of each palace ما هي مساحة كل من القصرين which palace is smaller أي من من القصرين هو الأصغر which palace is larger شكور فيهم هو الأكبر أو الأوسع when was each palace used as a royal residence متى تم استعمال كل من القصرين كإقامة ملكية who built each palace من بنى كل من القصرين what can you see or visit in each palace كنروحوا نزوروهم وشنهما أهم الحاجات اللي نقدروا نشوفوهم في هذا القصر when was each palace listed by UNESCO as a world heritage site متى هنا when هو متى راح نحوسو على التاريخ تم حماية كل من القصرين أو متى تم تصنيف كل من القصرين من ضمن اليونسكو وتمت حمايتهم وتصنيفهم كمواقع عالمية إذن هنا when نحوسو على تواريخ عدنا what's the area of each palace which palace is smaller which palace is larger when was each palace used as a residence as a royal residence who built each palace what can you see or visit in each palace when was each palace listed by UNESCO as a world heritage site إذن هنا راح نكملوا هذ الفراغات اللي في الجدول مع بعض ونحلوه فقط هنا دايمن كي تقرأوا الأسئلة لازم تركزوا على السؤال بوشنورة ويبدأ what ولا where ولا who ولا when باش نفهمو كيفاش راح نجاوبو إذن نبدأ what's the area of each palace إذن الحمرة عدنا one hundred forty two thousand square meter top cap is eighty thousand square meters إذن هنا الحمرة 142 الف متر مربع وتوب كابي ثمانين الف متر مربع إذن هنا شكون الكبيرة which palace is smaller شكون هو الأصغر إذن هنا بينا بلي top capi هي الصغيرة هنا راح نقولو Alhambra is bigger than top capi and top capi is smaller than Alhambra which palace is larger شكون لي واسع هنا من حيث المساحة شكون لي كبير وشكون لي واسع إذن Alhambra هو الأوسع is larger than top capi and top capi is smaller or bigger than Alhambra عدنا when was each palace used as a royal residence تم استعمال كل من القصرين since the thirteenth century القصرين تم استعمالهم في نفس القرن بالقرن الثالث عشر تم استعمالهم كإقامة للأمراء who built each palace شكون لي بناء كل من القصرين إذن Alhambra بناها العرب المسلمون Muslims Arab and top capi بناها العثمانيون the Ottomans what can you see or visit in each palace هناك نروحوا نزورهم وش نشوفوا في كل من القصرين إذن في Alhambra you can see fountain of lions gates towers etc عدنا بزيف أشياء نشوفوها عدنا فوارات تعال الأسود اللي معروفة بها عدنا البوابات الكبيرة انتحة وعدنا الأبراج انتحة أما top capi عندك the halls rooms baths and stairwells of horses رح نشوفو فيها الأروقة انتحة الكبيرة رح نشوفو فيها الشنابر انتوحة الحمامات انتوحة وأيضا الاستابلات انتح الأحصينة المعروفة بها ومبعد السؤال الأخير when was each palace listed by UNESCO as a world heritage site إذن Alhambra تم تصنيفه عام 1984 و top capi 1985 بنتهم عام أو سنة فقط إذن كانت هذه هي إجابة task 60 page 23 لسنة الرابعة متوسط الكتاب المدرسي نتلقى في شروحات الدروس القادمة مع الحل اليوم إن شاء الله رح ندلكم أول درس بالحلول تبعوا معايا ولي عنده أي استفسر أو أي تعليق أو أي درس ما فهموش ما يخليه لي فقط في التعليق رح نعود نشرح لكم إن شاء الله شرح مبسط ومفصل وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وربي نجحكم جميعا يا رب